حينما دعا زعيم ميليشيا حزب الله لبناني حسن نصر الله قبل عدة سنوات خصومه إلى تصفية حساباتهم في سوريا كان يدرك أن المحور الإيراني وخصومه التقليديين لن يجدوا مكانا أفضل من سوريا ليصفوا فيه حساباتهم مستغلين الصراع الدائرة هناك وتم بالفعل ذلك حتى باتت المدن السورية مسرحا للميليشيات والمرتزقة وسماؤها مرتعا لطائرات الكيان الصهيوني أول الملبين لنداء نصر الله وشرع طائراته تغير على مواقع الميليشيات الإيرانية بشكل شبه يومي وعلى مدار عدة سنوات في حين تقف هذه الميليشيات عاجزة عن الرد ولو لمرة واحدة ورغم القصف الصهيوني المكثف ما تزال هذه الميليشيات تسرح وتمرح في مختلف مناطق سيطرة نظام الأسد وحتى على الحدود مع الكيان الصهيوني الأمر الذي يثير تساؤلات عن جدوى هذا القصف والهدف الاستراتيجي منه آخر قصف صهيوني كان لمواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور وأوقع عددا من القتلى والجرح بينهم قياديون في الحرس الثوري الإيراني في نفس اليوم قصفت الطائرات الصهيونية أهدافا عسكرية في مطار التيفور العسكري شرق حمص ودمرت بحسب المصادر ترسانة أسلحة إيرانية ويبدو من تدعيات القصف الصهيوني المستمر أن الميليشيات الإيرانية لم تتأثر على المستوى الاستراتيجي العميق وإنما اختصر التأثير على إنهاكها وإيصال رسالة لها أنها تحت المجهر وأن خروجها عن مسارها المحدد لها مصيره الفشل ومن خلال هذه التدعيات يظهر جليا أن الكيان الصهيوني أو التحالف الدولي لا يريدان إنهاء المشروع الإيراني في سوريا على المستوى القريب بل يريدان له أن يستمر لكن ضمن القواعد المحددة من القوى التي تريد أن ترسم خارطة جديدة للمنطقة